بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أيها الطلبة الأعزة هذا هو الدرس الخامس والعشرون من شرح التحفة السنية على المقدمة الآجرومية حيث وقفنا في الدرس الماضي عندنا واصب الفعل المضارع وذكرنا أنها ثلاثة أقسام قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمرة جوازا وقسم آخر ثالث ينصب بأن مضمرة وجوبا ونذكر اليوم القسم الأول الذي ينصب بنفسه أن ينصب مباشرة وهذه هي أربعة أحرف أن ولن وإذا وكي ونبدأ أولا بأن حرف مصدر ونصب واستقبال حرف مصدر أي أنها هي وفعلها يؤولان بمصدر وحرف نصب واضح أنها تنصب الفعل المضارع واستقبال أي يستقبل بها ذلك الفعل ومن الأمثلة منها قول الله عز وجل أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين وكما قال الله عز وجل أيضا وأخاف أن يأكله الذئب وكذلك في قول الله عز وجل إني ليحزنني أن تذهبوا به وكذلك أيضا وأجمع أن يجعلوه في غيابة القبل فترون أنتم أن الآية الأولى أطمع أن يغفر لي يغفر فعل مضارع منصوب بالفتحة لأنه دخلت عليه الناصبة والفعل يؤولان بمصدر وهو أطمع غفرانه لي أطمع أن يغفر لي أي أطمع غفرانه لي فهذا معنى أنها حرف مصدر وكذلك وأخاف أن يأكله الذئب أي وأخاف أكله وأخاف أكل الذئب له إذن وأخاف أن يأكله ترون أن الفعل يأكل منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وكذلك قوله عز وجل إني ليحزنني أن تذهبوا به أي ليحزنني ذهابكم به إني ليحزنني أن تذهبوا ونحن نعلم أن الفعل المضارع يرفع بثبوت النون وهنا دخل عليه ناصب فحذف النون أن تذهبوا وكذلك في قوله جل وعلا وأجمع أن يجعلوه نحن لم نقل يجعلونه وإنما يجعلوه بحذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وأما لن فحرف نفي ونصب واستقبال حرف نفي ونصب واستقبال حرف نفي لأنها تنفي تنفي الفعل وحرف نصب لأنها تنصب الفعل المضارع وحرف استقبال أيضا تستقبل الفعل فقول الله عز وجل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لن نؤمن لك نؤمن فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره لأنه سبق قبيلا الناصبة وقوله قال وعلا لن نبرح عليه عاكفين وقوله قال وعلا لن تنالوا البر نحن لم نقل لن تنالون البر لن تنالوا بحذف النون لأن تنالوا من الأفعال الخمسة وأما إذن فحرف جواب وجزاء ونصب حرف جواب وجزاء ونصب ويشترط لنصب المضارع بها ثلاثة شروط على كل حال هي حرف جواب لأنها تقع في الجواب جواب لكلام سابق وجزاء ونصب ويشترط فيها لعملها ثلاثة شروط يشترط لها ثلاثة شروط الشرط الأول أن تكون إذن في صدر قملة الجواب أن تكون في صدر قملة الجواب يعني أن تكون في أول القملة قملة الجواب طبعا ونأتي بأمثلة والثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال والثالث وطبعا سنوضح أنه في حالته لو لم يكن الفعل المضارع دال على الاستقبال فإن الفعل في تلك الحالة لن ينصب كذلك أيضا الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية إذا فصل غير هذه الثلاثة فإنها لا تعمل أما إذا فصلت هذه الثلاثة فإنها تعمل إذا فصل بينها وبين المضارع أحد هذه الأقسام أو هذه الأقسام الثلاثة فإنها لا تعمل إلا إذا فصل بينها وبين الفعل القسم أو النداء أو لا النافية للجنس ونأتي بأمثلة على ذلك مثال سأجتهد في دروسي يعني أحد يقول لك من إخوانك أو من طلبتك سأجتهد في دروسي فتقول إذن تنجح إذن تنجح إذن تنجح بنصب الفعل المضارع ما الذي نصبه نصبته إذن نأتي إلى الشروط قلنا أن تكون إذن في صدر الجملة إذن هنا الآن في صدر الجملة الجواب إذن تنجح هذه جملة الجواب أنت تجيبه الآن سأجتهد في دروسي فأنت تجيبه تقول إذن تنجح فإذن هنا أتت في صدر الجملة الجواب والشرط الثاني أن يكون المضارع الواقع دالا على الاستقبال فهنا إذن تنقح هل تنقح أنت الآن أم تنقح في المستقبل إذا ذاكرت دروسك تنقح في المستقبل إذن هذا دال على الاستقبال الفعل هنا دال على الاستقبال والشرط الثالث أن لا يفصل بينها وبين المضارع فاصل وهنا هذه مستوفية الشروط لم يفصل بينها فاصل ومثال غير مستوفية الشروط يعني التي فصل بينها فاصل وأيضا تعمل وقلنا نحن ذلك الفاصل هو إما نكون قسم أو نداء أو لا النافية للجنس ومثال القسم قول الله عز وجل ومثال القسم في الجملة السابقة إذن والله تنجح إذن فصل هنا بين إذن وبين فعلها فصل القسم إذن والله تنجح وكما ترون تنجح هنا منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر على آخره نصبه بماذا نصبه بإذن فإذن من شروطها إذا نصبت بإذن إذا لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل ما عدا القسم والنداء ومثال القسم ذكرناه ونذكر الآن مثال النداء إذن يا محمد تنجح سأجتهد في دروسي إذن يا محمد تنجح يا محمد هنا نداء حرف النداء والمناداء إذن يا محمد تنجح ومثال الفصل بلا إن نافية للجنس إذن لا يخيب سعيك إذن لا يخيب أنت نفيت أن يخيب سعيه إذن لا يخيب سعيك وترى أنت الفعل هنا المضارع يخيب منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره نصب بإذن وطبعا فصل بينها هنا وبين فعلها لا إن نافية للجنس وهنا تكون عاملة في هذه الحالات في هذه الحالات تكون عاملة ونأتي إلى حالات أخرى تكون فيها غير عاملة وهي كما قلنا نحن نذكر بالشروط مرة أخرى لعملها أولا يشترط أن تكون إذن في صدر الجواب في أول الجواب في أول جملة الجواب الثاني أن يكون الفعل للاستقبال الثالث أن يكون لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل ما عاد القسم والنداء ولا إن نافية للجنس فإن فصل القسم أو النداء أو لا إن نافية للجنس فهنا عاء تعمل وإذا اختل أحد هذه الشروط فإنها لا تعمل مثال عند عدم عملها يقول لك أخوك إني أحبك فتقول إذن أقدر هذا لك انظر إذن أقدر أقدر هنا الفعل المضارع مرفوع أنت لم تنصب هنا الفعل لماذا؟ لأن هذا الفعل وقع في الحال ولم يكن مثل الشرط السابق أنه للاستقبال وإنما للحال إذن أقدر لك أقدر الآن لك هذا الأمر فلذلك هنا الفعل وقع على الحال أو في الحال إذن أقدر لك هذا فإذن هنا غير عاملة وكذلك إذا لم تتصدر جملة الجواب إذا اختلت الشرط هذا إذا لم تتصدر جملة الجواب فتقول محمد إذن يكرمك محمد إذن يكرمك فانظر إذن هنا لم تتصدر لم تأتي في بداية الجملة وإنما تقدمها محمد فإذن محمد إذن يكرمك فيكرمك هنا فعل مضارع مرفوع لماذا رفع هنا؟ لأن إذن لم تكن في صدر الجواب مثلا نحن قلنا سابقا إذن تنجح فهناك كانت في صدر الجواب بينما هنا لم تكن في صدر الجواب ونختم بأنها إذا سبقها حرف عطف فيجوز فيها الحالان مثاله وإذن يكرمك وإذن يكرمك يقول لك إني أحبك كما في الجملة السابقة يقول لك أخوك إني أحبك إذن كما قلنا إذن أكرمك هنا إذن أكرمك إذن لم يسبقها هنا تصدرت تصدرت ولذلك هنا عملت ونصبت الفعل المضارع بينما هنا عندما في هذه الجملة إذا سبقها واو العطف فإنها يمكن أن تكون عاملة ويمكن أن لا تكون عاملة ومثال ذلك وإذن يكرمك وبإمكانك أن تقول وإذن يكرمك وفي القرآن الكريم وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا ترون أنتم هنا أن إذن سبقها واو العطف وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا لا يلبثون الفعل المضارع يلبثون مرفوع بثبوت النون ولم يحذف النون هنا مع أنه دخلت عليه إذن فبالتالي هنا هذه القملة سبقها حرف عطف وعندما يسبقها حرف عطف تكون عاملة يمكن أن تكون عاملة ويمكن أن تكون غير عاملة أي يمكن أن تكون ناصبة ويمكن أن لا تكون ناصبة وفي هذه القملة في قملة القرآن لم تكن ناصبة وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا ونكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله